نواصل تغطية تدورات الأحوال الجوية حتى الساعة مع زميل أحلال العجارم إليك أحلال شكراً يا محمد أهلاً بكم مشاهدين من جديد لمتابعة الأحوال الجوية وصور الأقمار الصناعية هذه المرة في مناطق أخرى طبعاً يبدو أن بغداد المناطق الوسطى فيها والمناطق الشمالية ستشهد موجة من الأمطار خلال الثمانية وأربعين ساعة القادمة ستكون هناك أمطار غزيرة كما نلاحظ على المناطق الجنوبية والوسطى وكذلك الشمالية ولكن ستكون على المناطق الجنوبية بكميات كبيرة بالنسبة لشرق المتوسط بلاد الشام الأردن ولبنان وسوريا وكذلك فلسطين المناطق الساحلية منها فقط من ستشهد أمطار وستشهد أجواء غائمة خلال ساعة الظهيرة لهذا اليوم أما بالنسبة للمناطق الداخلية لبلاد الشام ستكون هناك أجواء مشمسة ولكن في ساعات الليل درجات الحرارة ستنخفض لتصل إلى 11 درجة مئوية أو أقل مشاهدين إذا تابعنا سرعة الرياح عبر صور الأقمار الصناعية أيضا ستكون هناك رياح قوية باتجاهها من بحر الخليج إلى المناطق الساحلية لدولة الإمارات تصل سرعة الرياح هنا من 35 إلى 55 كم في الساعة ممكن أن يكون لها أي تأثير على حركة الغبار أو حركة الأترب حتى المناطق الساحلية لسلطنة عمان وكذلك اليمن ستكون هناك رياح تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة وكذلك المناطق الغربية في جدة وجازان وعسير ستتأثر برياح قادمة من البحر الأحمر ستصل سرعتها إلى 41 كم في الساعة مشاهدين هذه درجات الحرارة من جديد المتوقع في السعودية المناطق الشرقية تشهد أجواء غائمة جزئيا خلال ساعة النهار مع درجات حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية عكس ساعة الليل ستصل درجات الحرارة فيها ممكن إلى 6 درجات مئوية إذن مشاهدين هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة والآن عودة إلى محمد